السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المشاهدون والمشاهدات المسلم يتفاعل مع القضايا التي تحصل من حوله ويكون له موقف في مثل هذه المواقف التي يتأثر بها أي مسلم بأي طرف من أطراف العالم والعالم اليوم يعيش موقفا بطوليا في القضية الفلسطينية ونتوجه بسؤالنا استرشادا وتوجيها ونستمع إلى كلمة يوجهها الشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي أمين فتوى بمكتب الإفتاء بمناسبة هذا الحدث الذي يشغل العالم اليوم ونسأل الله تعالى أن يمد الأمة بالعزة والنصر والتمكين شيخنا الكريم تفضل بكلمتك المباركة واختمها كذلك بالدعاء في هذه المناسبة الاستثنائية من الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد فقضية المسجد الأقصى والأرض المباركة من حوله هي قضية عقيدة وليست قضية قابلة للمساومة أو للتشكيك أو لنا الخيار في اتخاذ الموقف الذي نريده تجاهها ولذلك الله عز وجل سمى إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وكان يمكن أن يطوى ذكر مسجد الأقصى وإنما ذكره الله تعالى للإشارة إلى هميته ومكانه وإلى أنه صار موروثا إسلاميا يجب علينا أن نحافظ عليه وهذا ما كان راسخا في أذهان الصحابة الكرام وعمر رضي الله عنه تحرك بنفسه إلى فتح المسجد الأقصى وإلى تسلمه لمكانته الدينية والتاريخية عند المسلمين فالمحافظة عليه وإخراج المحتل منه ورد الحقوق إلى أهلها وتمكين أهل فلسطين من أرضهم كاملة هذا فرض واجم على الأمة كلها لا يُعذر قادر منه من حاكم أو محكوم وعلى الأمة أن تلتف جميعا مع أهل فلسطين ومع غيرهم من المسلمين في أي مكان يطالبون بحقوقهم المشروعة وأن نبذل كل ما نستطيع من جهد سياسي وجهد عسكري ومن دعم معنوي ومن تخفيف للألام ومن بذل للأموال ومن دعاء وتضرع وأن يكون موقفنا ثابتا لا يتزعزع لأن هذه القضية كما قلت ليست قضية وقتية أو زمنية أو ابتهادية وإنما هي قضية دينية واضحة لا مجال للمساومة فيها ولا للأنصاف الحلول ونحن لا نملك أن نتخذ فيها شيئا إلا ما بينه لنا كتابنا ورسولنا وصارت عليه الأمة جيلا بعد جيل فما يقوم به المجاهدون كما قيل إنما هو يمسح شيئا من وصمة العار على جبين الأمة وما يقومون به يدل على بطولة وقوة وعزة وإلا فإنه لا يوجد أي مقارنة بينما يملكونه من قوة فسواء مادية أو أسلحة أو دعم عالمي وبينما يملكه العدو لكن ما يقومون به شيء لا يمكن أن يفسر بالتفسيرات المادية وإنما هو العون والظفر من الله عز وجل الذي أمدهم بالقوة المعنوية وأورث عدوهم الوهن ومكنهم أن يفعلوا في لحظات ما تعجز أمم أن تفعله في أشهر أو في سنوات فموقفهم عظيم وأمثال لا يملك إلا أن يظهر ضعفه أمام هذه القوة التي أظهرها هؤلاء المجاهدون وكلمتي لإخواني ولأهلي في فلسطين وهم لا يحتاجون إلى هذا لأنهم أقوى عزما مننا إلى أن يصبروا وأن يثبتوا وأن يتكاتف الجميع وأن يتعاون الجميع في كل المناطق المحتلة وأن يكونوا يدا واحدة وأن يصبروا على ما يصيبهم فذلك ابتلاء وقدره الله عليهم ولهم الأجر ولهم التواب أسأل الله تعالى أن يتقبل شهداءهم وأسأل الله عز وجل أن يشافي مرضاهم وأسأل الله أن ينصر مجاهديهم اللهم نصرك لإخواننا المسلمين في فلسطين ونسألك يا الله أن ترسل على عدوهم الوهن والضعف وأن تكتب عليه الهزيمة وأن تمكن لعبادك المؤمنين وأن تحرر المسجد الأقصى من رجاس الصهاين المحتلين وصل اللهم وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته